الزربية تقديس تنسج في مدينة بن يزكن الرمز يعبر عن الحياة الزوجية لها قصص تنسج بخيوط الصوف زربية غردايا جزء من تاريخ المدينة العريق تعدت شهرتها حدود البلاد لها عيد وطني وسمعتها طرقت أبواب المهرجانات الدولية ويبحث عنها السياح الأجانب لجمالها وتاريخها العريق من قصر إلى قصر تختلف في الإسم والشكل والرسومات وقد تبدو للوهلة الأولى مجرد سجاد لكن زربية غردايا كتاب مفتوح يطل على الأحداث الكبرى ويوثق يوميات المرأة في قصور وادي ميزاب جنوب الجزائر نسجتها امرأة خلف خيوط من الصوف كذلك في نسيجها تجدها تنشد وتحكي حكايات لأبنائها لذلك نرى أن الزربية التي تنسج بأناب المرأة هي زربية حية ولها روح في زربية غردايا التي يطلق عليها اسم تيشبرت نوزيزا الألوان مستوحات بعناية من الطبيعة أما الرسوم فمستلهمة من جهاز العروس في بيتها الجديد هذا يدل على الحلي وهذا يدل على صندوق العروس وهذا يدل على حامل الشمع خلف هذا المنسج تقف المرأة لأشهر طويلة فهذه الآلة التقليدية والبسيطة تمثل إحدى ركيزتي الحضارة الميزابية وقصورها التي تمتد لعشرة قرون والمصنفة كتراث إنساني في اليونيسكو أغلاني تيرسل تيرسل نسطة تيرسل تيرست معناها أن هذه البلدة تحضرت أو قامت بركيزتين ركيزة المنسج وركيزة البئر يملك صالح تيريشين زراب يزيد عمرها عن قرن تمتاز بالدقة والرقاقة كبساط ريح تنقل عبر الأجيال ليكون مدحفا إنسانيا يورث الحضارة العمل الرقيق يدل على أخذ وقت كبير في النسيج والراحة البل وللحفاظ على الهوية والبناء المجتمعي المتمسك في غردايا تشجع مؤسسة طاشا الفتيات بداية من سن الثامنة بصناعة منسج صغير وتشتري بعدها كل زربية نسجت بأنامل ناعمة لتعلمهن الصبر قبل الحرفة كريم قندولي قناة الغد ولاية غردايا جنوب الجزائر اشتركوا في القناة